انا كتير ما قلناش حدودة من كل بيت النهاردة عندنا حدودة صاحبتها بتقول انا قنيسة عمري 40 سنة وعيشة مع اهلي عيشة صعبة ومستنية ربنا يكرمني بزوج صالح يعودني عن حاجات كتير بتقدملي اتنين الاول اصغر مني بخمس سنين للأسف مصاب بسكر هي بتقول مصاب بسكر وعنده حالة نفسية وبيروح لدكتور نفسي وللأسف مش بيشتغل بس عنده شقة وعيلته كويسة ومعاه مبلغ بسيط يتجوز بي يعني الشخص التاني اصغر مني بسبع سنين ومعايا في الشغل ومجرد ما شفني مبهر بي وكان عايز يرتبط بي ومستعجل يعني احنا يعني عايز يتعرف على اهلي ويتقدملي بس ما عنده شقة وشغلته مش قوي مش مركز هي بتقول كده ومعهوش فلوس يعني حاله على قده بتقول انا مش عارفة اختار مين فيهم اعمل ايه محتاجة ردكم في اسرع وقت الاتنين الحقيقة ما عندهمش شقة او واحد عنده شقة بس ما عنده شكل مكتئب نفسيا وحتاخده وتصلحه رايزة بس الكل نزاني بقى بالحل لان الحل هنا صعب والله انا لو اعرف اسمها بس يعني حتى لو اعرفه مش اقوله على فكرة ما تقلوش بس يا اناسة يلي عندك اربعين سنة قعدت الخزانة ولا جواست الندامة المريض ربنا يشفيه ويعافيه رب ويعافي مرضانا جميعا يروح لدكتور يتعالج انتي مش ناصق حاجة عشان تختاري احسن الوحشين ولا هو اللي موجود ولا لاحسن ملايش تاني الكوكب لسه عليه عدد لا نهائي ملايين ومليارات من الرجال الموجودين نصيبك وعدلك هيجيلك اسبوري واذا كنت انتي عايزة تطلعي من حفرة اللي هي العيشة الصعبة تقعي في ضحضيرها زي ما بيقولوا اللي هي حياتك مع واحد من الاتنين واحد ما صدق انه انتي هتحققيله احلامه هو جاي يكون مستقبله على حسك انتي مش واخد بالك يعني واحد انتي هتعلجي والتاني انتي بيكون مستقبله على حسك فانتي عايزة تستخدمي ليه انتي مش ناصق حاجة انتي جميلة حبي نفسك واستني عدلك واستني نصيبك واستغلي على نفسك وان ما جاش النصيب خلص خلاص يا ستي قعدتك بكرمتك فوزت اهلك ده ربنا رزقك انك تبريهم تبري اهلك حتى لهم معاملتهم معاك صعبة انتي عندك 40 سنة ما انتيش صغيرة لو معاملتهم معاك صعبة حاولي تقعودي في مكان قريب منهم وترعيهم اعتزلي الازة حتى لو كان من ابوك وامك بس ما تقطعيش البر وما تقطعيش الود وما تقطعيش الوصل معاهم لانه يمكن ربنا سبحانه وتعالى رزقك انك تخدي سواب فمحدش عارف لكن الجوازتين الحقيقة انا كايمان مش موافقة عليهم لا ده نزعلانة منك او طبعا عايز اقول ان دايما يا ايمان كنا مشكلتنا دايما في كل مشكلة بتقابلنا الاختيار واحدة تقولك انا هاخده وغيره مريض نفسي هروح معاك الدكتور وهعالجه وصلحه في حاجات تتعدل وفي حاجات بسيطة تتعدل مع حد بتاع سلوك وعادة يعني عادة الغضب مثلا او ادارة الغضب لكن واحد شايف انه مريض نفسي من اولها وما عندوش والتاني ما عندوش والتانين اصغر منك مش مشكلة خلص استنى على فكرة ممكن يبقى ناضج ويتحمل مسئولية ويعني ايه ما عندوش شغل وهيفتح بيت ويبقى اين القوامة يعني ده هيبقى قوام عليك ازاي لما يكون في بيبي بعد كده ولا يكون انت مستعجلة عشان تجيبي بيبي الاختيار مهم جدا مش مهم ان انا اجري من بيت اهلي علشان انا عايشة في مشاكل وعايشة صعبة لا العيشة الجديدة ممكن تبقى اصعب من بيت اهلي كنت قولي يا ريت كنت فين يا لأ لما قلت اه انا كنت قاعدة في بيت اهلي معززة مكرمة شلت هم بيتي وعيال وزوج ما عندوش شغل لا يعني الاتنين ما عندهمش مستقبل في شغلهم يعني لما واحد يبقى بيبني نفسه وخلاص عنده شغلانا وعنده حتى يملكه تيومه وعنده بيتي يضمكه والحياة هتبقى مبشرة لكن انا شايفة زي ايمان بالزبط ما بتقول ان الحياة شكلها مش مبشر بالخير ابدا بالمرة في الحالتين ومش مهم نتجاوز يعني دلوقتي البنات لا 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 الجوازة اللي بالمنظر دي زي عدمها وزي قلتها قعدة الخزانة ولا ايه ولا جوزت ندامة يا اختي بعدين يزدت البنات يعني خليكي قعدة خليكي قعدة بكرمتك خليكي قعدة بحفظة على مكتسباتك اللي انت حكسرتي ارشل بستيليك غوشتين مثلا بتاع عندك حاجة اشتريتي حاجة عندك حاجتك بدل ما حد يجي ياخد اللي وراكي واللي قدامك وفي الاخرى ترجعت انت خسرانة نفسك وخسرانة كرمتك يمكن وخسرانة مكتسباتك انت مش مضطرة تقدمي اي تنازلات الست او البنت مش مضطرة تقدم تنازلات عشان تتجوز او عشان ترتبط اذا ما كانش هو اللي يجري وراكب المشوار ويقدملك فيبقى الجوازة دي بنقس منها انخدقيني يعني اخسار كتير اللي بيخلي البنت مضغوطة بالشكل ده لثقافة المجتمع تيجي واحدة بقى من الكبار تقول انت مش هنفرح بك يا حبيبتي انت بقيت 40 سنة ايه يعني 40 سنة النهاردة البنات والرجال ما بيتجاوزوش دلوقتي بدر الحياة كل طبعا اللي يملك قطع يومه او يفتح بيته ويبقى عنده قوامه ويفتح بيته وربني عفه ده جميل لكن ما تتأثريش بدغوط المجتمع ولا واحدة صاحبتك اتجوزت مبارح واتطلقت النهاردة مش هينفع ما احنا مش بنجاوز عشان نطلق احنا بنعيش حياة أبدية فيها سكينة وفيها رحمة وبلاش بقى ايكان فيكس هم وانا هقدر اغيره وانا هقدر اعمل بتاع الحاجات اللي هي البطولية اللي بتدخل بيها البنات كده عشان تقولك انا هاخده وانا للبطلة وانا اللي هغيره وانا اللي هعمل حياة ناجحة لا هي مش فتوانة الحياة المبنية على قصص مهمة جدا صحيح القوامة والشغل والعمل والبيت واحد يكون حالته النفسية صحية مزبوطة يعني احنا مش جايين عليك حد يعني لكن بس برضو انا عايز اوجه رسالة لطنت حشارية اللي بتقابلك في كل فرح وفي كل مناسبة تقولك يا حبيبتي حنا مش هنفرح بيك هيا وقفتك يا طنت وقف علي يعني فرحتك وقف علي يعني انت افرحي بقى اي حاجة شو بيلك اي حاجة تانية هتفرحك في الحياة دي نمرة واحد نمرة اتنين لما انت حبيبتي تتجوزي وبعدين يحصل يعني مكروه ليك او تعيشي عيشة مؤزية هي طنت حشارية هتعرفك بعد كده ولا هتحرص وتخفى على بناتها منك وبعدين هي طنت حشارية معلش لما انت تتطلقي ومعاك عيلين وما يصرفش عليك لانه هو اخلاقه اصلا غلط هتكبش وتديكي فالناس اللي بتتدخل وتحط من خيرها في حياتنا دي يعني احنا في حالنا مش لازم اهمة كمان يبقوا في حالنا دا حتى بعد ما دي جاوزة يا بنتي خلينا نفرح بقى ونشوف لك مش فهم فرحته متوقفة علينا بقى مثلا يعني مش فهم